وخلينا نبتدي بالكرة المصرية أنا الحقيقة يمكن إحنا ختمنا سيزن اللي فات ختمه على أرواع على مستوى الأندية عندنا أهلي بطل أفريقيا زمالك وصيف البطل عندنا بيرمتس كان عامل شغل كواس في الكونفدرالية ووصل نهائي صحيح لم يتوج ولكن نتيجة أنه خبرته في أفريقيا يمكن مش كبيرة ده يعتبر إنجاز بالنسبة له أنه يوصل نهائي الكونفدرالية وتوقعنا أنه يكون بداية انطلاقة خصوصا أنه الدوري ابتدى سخن السنادي والفرق حتى اللي طالع من تحت بتلعب كرة حلوة والمسافات قريبة بين فيه منافسة والمنافسة أنت عارف بتأدي رافع المستوى ورغم كده تبدو إنه البصلة تايها شويتين لقينا موجة عواصف يعني لقينا الزمالك بيخرج بدري قوي من بطولة أفريقيا على رغم الناس كانت بترشحوا أنه يوصل نهائي بيرمز نتائجه على مستوى المحلي وعلى مستوى المشاركة في أفريقيا طبعا خسرها من رجاء رايح جيدة أخر نتائج حققها نتائج لا تتنسب مع كم تسويقية وأسماء العيبة اللي بيضمها وحتى الأهلي اللي تأهل خليني أقول لدور التمانية بروح بشخصية البطل يعني مش بالأداء ولا بالمستوى لكن شخصية البطل هي من وجهة نظرك ليه المحصلة دي كانت نتيجة المقدمات اللي أنا قلتها في البداية طبعا البداية الدور كانت قوية جدا ويمكن من ما كنتش متوقع البداية القوية دي وفي فرق زي ما حدك تفضلت قلت دخلة بقوة يعني بتتكلم في الاتحاد بتتكلم في المصري بتتكلم في سراميكا حتى لصعد صحيح عمل شغل كويس قوي بيلعب كورة حلوة تمام النادي الأهلي دخل أفريقيا والزمالك والبيرمز التلاتة النادي الأهلي هو اللي تفوق ودخل واتفق معك تماما مش العروض اللي هي لكن دخل بروح النادي الأهلي بروح لعبة النادي الأهلي اللي هي بتلاقيه في الموقف الصعبة مزبوط تمام ويبنت بالذات في المطش الأخير يعني بالرغم إنه مثلا كان بتتأخر بهدفين لكن قدر اللي هو يعاوض ويتعادل ويتأهل النادي الزمالك ده مرش المريخ اللي هو مرش المريخ مرش المريخ السوداني ايو اه النادي الزمالك اه في الآخر اه لا منظر الفرقة فرقة كويسة فرقة قوية يعني أداءه في مولدية جزائر ايو وأداءه مع فرقة سنغال سنغال كان قوي جدا لكن للأسف الفترة اللي هو كان لازم يجمع فيها حصلت هزة يعني معلش محترام المولدية بما يتعدلش معاك في ملعبك ايو بأمانة حتى الترجي يعني ما يكسبكش هنا في اه خالص يعني اه تيجي لما تيجي تحلل الموقف لابد من انت تقول ان الهزة اللي حصلت فيه التغيير الجهاز الفني و وعلى فكرة كارتيرون نفس المشكلة اللي قابلها لما جيه اول مرة انه هو قاعد فترة لغات لما حطي ايده على الفرقة انا افتكر كويس اول هو كان محتار ما بين عبدالشافة والعبدالله جمعة كان محتار ما بين مصطفى محمد وعمر السعيد يلاعب ده هنا يلاعب ده هنا برضو نفس الكلام لما جيه بس المرة دي اقل شوية لانه كان جاي عارف اللعيبة يعني هو كان جاي من الفترة تانية عارف اللعيبة والفرقة اللي هو فنش بها موجودة بس انه طبعا مصطفى محمد فدي الفترة اعتقد ان يعني حكونا كلنا عاديين احنا بنكلم بقى كمصريين عاديين منتظرين نتيجة الزمالك وهو 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 ويتاه لكن طبعا هو فرط في الوصول بسبب النتائج اللي هي عكاة عنا ملعبه لان انت عايز تخش بقى مانا يا احمد لازم تكسب العنا ملعبك اه ومطش برا او بتاعت وتخش بي تتطمن على الوصول بيراملز اتطفق معاك تماما ان اللعيبة اللي موجودة يعني انا كنت لسه في احدى الحوارات قريب بقول من كتر النجوم الموجودة الراجل مش عارف يعمل ايه يعني عندك مش عارف يعمل ايه ايه بتهيلي اي مدير فن لا 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 مش حقيقي في الملعب عكس كده في الملعب عكس كده في الملعب عكس كده يعني انت مثلا يبقى عندك مثلا 11-12 كواسين قوي لكن انت عندك كتير ايه وعايز تلعب ده وعايز تلعب بتحصل هوجة بالضبط انا بسلتها برضو بنفس انت أخلت لقيت ترويزها بليانا حاجات حلوة كلها باش عارف تاكل ايه اكل ده ولا اكل ده انا اختلف معك كابتن علي اندي شخصية يعني على المستوى المنتخبات انت بتيجي تكلم منتخبات مش انديا انت بالتأكيد اي عنصر وحاك طبعا صاحب مشوار طويل ونجاحات كبيرة مع منتخب مصر بتضم افضل عناصر فبالتالي انت بتضم 30 نجم مثلا لو قامتك 30 بتاخد 30 من عالفرازة اقولك حاجا اقولك حاجا ما انا عفهمت اصدك معشان انا او اي مدير فاني لما بيجي بيختار بيختار هيك الاساس للفرقة لما بيقى فيه اتنين نجون كبار او في نفس المكان بختار اللي انا هستفيد منه وبتلاشى ليه ناخد التاني عشان ما عمليش مشاكل. اه. وصلت. تمام. فانا بختار اللي انا هلعب بيه. اه. والاحتياطي على قد. اه مش محتاج تجيب حد في نفس الكاتيج. هعمل 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 مشاكل. اه هتعمل مشكلة. فانا بختار اللي انا هلعب بيه وهينفز لفكري. تمام? وفي عندي الاحتياطي اللي هو ببقى سعيد جدا. اللي هو موجود في منطقة مصر. اللي انا ممكن استفيد منه. ويديني برضو ان انا عايزه. فببعد عن المشاكل. لكن انت لما تحط اللي. طيب اقول لحضاك حاجة. تمام فاكر فريد الزمالك فريد احلام. اه. فاكر. اسي الزمالك كانوا مسامينه. اه. فاكر. احمد الكاسو. من اسهل. من اسهل المواسم اللي النادي الاهلي خاد فيها الدور العام. صحيح. صح. يا بكلامي صح. انا بتكلم ان كتر النجوم في الفرقة مشكلة. هو انا بشوف دايما يعزك يعني ازا كنا بنحط في مقارنة. انا بشوف دايما ان قوة الاهلي في 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 المنظومة. بصرف النظر عن الاسماء والنجومية والمواهب. يعني في وقت ملاوات الاسماء والمواهب وده بيحصل كتير مش بس في مصر ما بتجيبش مطلعات. ممكن تجيب فريق مدجج بالنجوم وابيرم ازا هو ونموذج. انا عشان كنت بقول لك. اه. بقول لك انت المنظومة نفسها اه مش منظومة لعيبة بس يا جماعة. اي. طب بتتكلم في اقدارها. كان دايما كابتن جوار رحم يقول لي يقول لي بص التمرين دا ما ياخدش مننا عشين في المية. اه. النجاح في المنظومة نفسها ازاي تتعامل مع الاعلام? ازاي تتعامل مع اللعيبة المحترفين? ها المدرسة الجنرال برضو. اه. التدريب دا ما ياخدش مننا حاجة. عشان كده اتفق معك ايه? المنظومة نفسها. هي اللي بتنجح. فيه لوائح فيه مبادئ فيه قيم. فيه اه. فيه سواب. فيه اعقاب. اللعيبة عارفة ايه اهمية الفوز. اه. فيه جمهور بيحاسل. فيه جمهور بيزعل. فيه جمهور بيفرح. كل الحاجات دي بتحطي تحت بند ايه? النجاح. ايه. تمام? المنظومة دي كلها لحاجة بتتكلم عليها. انديها على اتحادات. على لعيبة. على لوائح وقوانين. هدفها في الاول والاخر انك عندك منتخب محترم. منتخب تقدر تنافس بيعكس تاريخ مصر كبير جدا. في رياضة كرة القدم. وحق نتائج توازي التاريخ ده. احنا مش تاقيين ده بقى انه اخر عشر سنين. يعني. وسبك ما الظروف اللي مرنا بها بفترة عدم استقرار. لكن مازال المنتخب المصري. وبصرف النظر مش بتكلم على كابتن حسين بدري. كابتن حسين ممكن يتحمل جزء من مسؤولات. ده يتحمل كتير معلش محترم. يتحمل كتير. معنديش مشكلة خلص طبعا وجهة نظر حاجة. بس هي تكملة تكملة للمدارس الابليكاتية. بالزبط كده. يعني انا احنا بشكوبر ودانا كاس على. مزبوط. وروح والوصول من هي افريقيا. مم. ولا حد في مصر مختنع بالاداء ولا. بالكورة. وطلع لنا مصطلح كده انا بكرهه. مم. تلات نقاط اهم من الاداء. بدأت المدربين الاداء يبقى وحش ويكسر ويقول لك تلات نقاط اهم من الاداء. لأ الجمهور مصر عايز تمتع. صحيح. عايز تمتع بكورة حالوة. يعني اه انا دي ما درستي. فيه ناس تختلف معايا. لكن انا نارضا حالك بتقول ان فعلا بقالنا فترة طويلة. مش لقين منتخب مصر. مش لقين شخصية منتخب مصر. مش لقين. وعلى الرغم كمان من انه الفترة الاخيرة دي يعني يعني بتقول مسلا اخر سنتين تلاتة دول. انا بيتهايلي انه الجيل اللاعيب الصغير اللي تلع بعد جيل بركات والتريكة ومتعب والجيل اللي حق التلات بوترات مع كابتن حسن شحاتة مفترض انه بقى كبير. بقى صاحب خبرة وصاحب تجربة. المفروض انه كنت متوقع ومنتكلم على عندها كبيرة. اهلي بطل افريقيا. حصل دروب. حصل دروب. حصل دروب في الفترة تاعت برادلي. كان لازم يعمل احلال وتجديد في الفترة دي. فاكر مطش غانا ستة واحد. طبعا. الفترة دي اللي تولى فيها برادلي كان لازم يعمل احلال وتجديد بعد الجيل بتاع كابتن حسن شحاتة. اللي هو بركات والجمعة ومتعب وعمر زكي وحسن عبد الرب. الجيل ده عظيم. ايه. كان لازم يحصل احلال وتجديد في الفترة اللي لمسك فيها برادلي. عشان كده احنا عنينا الفترة اللي بعديها. برضو فضل يع. انا ما زلنا بنعاني. انا بتهقلي ان احنا. ما زلنا بنعاني. بس اقول لها بس اقول لها داك حاجة. اه. انا اممكن قلت قلت في فترة. لبالك عشان انا اجاي لك في الصريح. تمام. انا زي. اه. اه. انا جاي في نفس المدرسة. انت انا جيت فترة قلت من سنة او قلت هذا الجيل الاكثر اجيالة لاستفادة مدية. ام. واقل الاجيال فنيا. ام. بترجمها. تمام. تمام. لكن بامانة. الدورة ده. لا فيه لعيبة نضجت. فيه لعيبة بتقنعني. فيه لعيبة ممكن تقدر تعمل منها حاجة. ساعدك على ذلك لعبت المتخب الاولمبي. ام. ساعدك على ذلك انا قلت في اكتر من مرة النادي الاهلي عنده فرقة برة. وكلهم صغيرين. يعني كنت بسأل عن طهر محمد طهر. ام. النادي الاهلي وجاب. طول ما يا جماعة ده فمتازة جاء. انت جايب لعيب موليد سبعة وتسعين. ام. عدي كده كم واحد من الموليد سبعة وتسعين موجودين في النادي الاهلي برة. كتير. فرقة. اي. يعني انت النادي الاهلي النهاردة بش يحتاج اي حد من برر لمدة اربعة خمس سنين. اه. احط رجل على رجل. اجيب مسلا ان احنا اتنين محترفين احنا اتنين محترفين عمش ساو عليه وخلص الموضوع على كده. اه. احطش ياخد باله من الحتة دي. فاللعيبة دي نضجت. نضجت مع المتخب الأولمبي ووصوله للأولمبيات. فرق مع الولاد دول نفسيا.